عليم بص على الفيديو ده. انا مش مش عارفة اتفت فجأت. السلم وراكم. حلي بالك اه? ماشي? عشان ما بقش في مشكلة. اه باشي. 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 لا طبعا اكيد. مش مدفئين عشان ببصي. انا سكنني ايتيب. او درش اسجل كله في نفس الوقت. يعني. ده كان بس فوتوغراف يعني من جيزة. بس يعني. معنش. 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 يعني محبش الحاجات كده. مرة جاية. نشط الحاجة في تريندي قويس. انا خد صورة بيس. خلاص. لا اعمل. اهم. ايا. ايا. اه. يلا. اه. 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 قالوا ان ادره بتتجاهل. الصحفيين. واه. بتتجاهل زي ده انا يعني دي بدي سعبت علي بكترب هي بتعتذر. شايفة ان الصحفيين اللي بيكونوا موجودين في المهرجانات. لا خلاص. ممكن يتعبوا الممثلين او بيضغطوا عليهم. لا هو ساعات في حاجات بتبقى مش مترتبة ما. انت زي اي بني ايضم. ليكي ترتيبات. طبعا. عايزة لوكي تعملي انترفيو. مش عايزة تعملي انترفيو. ليكي برضو عملتي قدر مسلا معين من انترفيو. زي عندك ترتيبك في 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 شغلك. يعني اللي انت شايفه صح. طبعا. لانه برضو الفنان ما ينفعش يرطفت. او يعني بمعنى انه وينفعش يبقى طول الوقت بوجود في كل حتة وبيعمل انترفيو. طول الوقت حينزل من الناس هتزهق منه. فانا بقول ايه. طبعا انا بحترم كل الصحفيين انت شايفة يعني. لا ما عنديش مشكلة مع الصحفيين. الحقيقة يعني. وحبيبي بعتذر بكل لباقة يعني الحقيقة. بس انا طبيعي ان انا ممكن اروح مهرجان ومعملش حوارات صحفيين. انترار حتحضري مهرجان. مش لازم تعملي مع كل الناس. ممكن تعملي واحد او اتنين ان هي نفس الاسئلة بتتكرر. وهم ما شاء الله بيبقوا كتار الصحفيين. او لما بيكون عندك عمل. ساعات بيزعال وما انت بتقدريش تعملي مع كله. شي طبيعي. ومش صح ان تتعملي مع كله. انت ممكن ترضيهم هم بس تبقي. هتيجي على نفسك. مش صح على نفسك. وليه جمهورك كمان. انا مش صح لازم برضو تعززي ان الجمهورك توحشي. انت لو بتعملي يوميا لو كل مثلا الصحفيين يطلبوا حوار انت كل يوم نازلة في حوار وكل يوم افتح حلقتي في انتبيه كل يوم. مش هستنى ان انا اشوفك مثلا في الحلقة مع سمر هتقولي ايه. لانك طول الوقت قدامي بتقولي وبتتكلمي وطول الوقت طلعة. انا مش عايزة اطلع طول الوقت. انا عايزة الناس اللي بتحبني. توحشي الناس. او حاشها يعني طبع عايزة تشوفني تشوفني في حتة ومنشوفنيش في حتة تانية. كده يعني انا بحس ان ده احسن افضل واقيم يعني للفنان. دي وجهة نظر. في فنان تاني ممكن ما بيطلعش خالص في برامج طول عمره. ده قراره وحقه ودي طريقته. في فنان تاني عايز يعمل مع كل الناس طول الوقت ويبقى طول الوقت موجود. ده برضو حقه. كل واحد لازم يبقى فيه احترام لشخصية وطبيعة كل حد وكل حد. وكل واحد بيكون راسم لنفسه. وبعدين الحاجات دي. طريق معين ومختار لنفسه حاجات معينة. طبعا. وبيبقى ليها معايد وبيبقى ليها. طبيعا. ما يفعش تدخلي فجأة يلا كذا كذا بسأل اسئلة يعني لا ما ممكن واحد يبقى مش مستعد نفسيا. يبقى يعني مش في الوقت اللي هو حابب فيها من الدقائي طبيعي يعني. ولكن لا ما الحقيقة انا يعني بحاول ولاي ارضي على قد ما بقدر بس اكيد. يحبوك يا ده. قدر يشتر دي كل الناس. اكيد. يعني. اكيد. يعني. يارب يكونوا بيحبوني والله يعني انا يعني. بص يمكن تكلمنا على بالشكل السلبي بس. بس انا عايز اقول ان في حاجة ايجابية جدا يعني انا عندي ناس بتحبي جدا. ووقفين جنبي وفي ظهري وفي اوقات انا بحس مثلا باحباط او هم بيبقوا سندلية والله يعني. وبيردوا بنيابة عنك كمان. وبيردوا بنيابة ويدخلوا في اخناقات. طبعا. مع ناس وهم. اه. عشان ما بيحبوش. اه. ان حد يقول كلمة مش حلوة عني او كده. دول ناس طبعا انا يعني بحس ان دي حاجة زي. هدية من ربنا. اه. ومعظم مع فكرة سنهم صغير كده وبيحبوا يعني بحبوني بحس ان هم يمكن اكتر من انا مهتمين بنفسي. دي اكل النفسي. فطبعا كل التأذير. والحب ليهم بجد. ربنا يخليهم لي يعني. لكن غير كده نفسي الناس تصفي نفسها. نفسي ما يبقاش فيه اللي هو الازى النفسي اللي بلوش اي سبب يعني. يا ريت. دي حاجة كلنا من نتمنى هولوه.